حقيقة واضحة جدا أنه سماحة السيد مقتدى الصدر يريد أن يضيف الأمان على مواطن الشعب العراقي وجود معسكرات أو وجود سيارات عسكرية أو ملابس عسكرية بين المدن يثير بعض القلق لدى المواطن العراقي أيضا هناك انتقادات مثلا واسعة طال بعض التصرفات لبعض المنتمين للفصائل أو الميليشيات والتي تحدث ربما يحدث بعض التصادم مع بعض المواطن العراقيين نتيجة خطأ هنا أو خطأ هناك أضف إلى ذلك قضية أن هذه المعسكرات تذهب خارج المدن فكرة سديدة على اعتبار أن العراقي يعيش في دائرة الخطار نتيجة الحرب الدائرة الآن في المنطقة وأن وجود هذه المعسكرات داخل المدن ربما قد يسبب أضرار كبيرة على المواطن العراقي إذا ما استهدفت وهي رسالة واضحة من سماحة السيد مختد الصدر إلى كل الفصائل على أن تبعدوا وجودكم العسكري عن المدن على اعتبارها أنها مدن مدنية وأيضا أن العسكر أو هدفهم هو حماية المواطن العراقي حماية أرض للعراق وأن لا يكون سببا في إذاء المواطن إذا ما اندلعت حارب أو قصف طيب سيد عسان السيد الصدر يعني ركز بشكل مكثف على ترتيب البيت الداخلي للتيار وأنهاء كل ما من شان التأثير على الآخرين سياسيا واجتماعيا أو استفزاز إن صح التعبير تفضل يعني عمليات الترتيب لا بد أن تكون بين فترة وأخرى لأي جهة أو جماعة جماعات لا بد أن تدخل في ربما في وضع خاطئ هنا على الزعيم أنه يرى من فوق ويرى أن عملية الترتيب هذه ربما تعطي انطباع لكل العراقيين أن المسار الذي يتخذه التيار الوطن الشيعي هو مسار خدمة المواطن العراقي على احتبار أنه سماحة السيد مختد الصدر طوال ستة أشهر أو أكثر كان لديه مجموعة من العمل الخيري باتجاه فلسطين باتجاه لبنان وأيضا هذا العمل الخيري إذا ما حدث شيء ما داخل العراق أيضا يكون متواجد وبقوة بالنهاية أن التيار الوطن الشيعي هو لخدمة المواطن العراقي السيد مختد الصدر يرى هذه الفكرة يجب أن تكون على مستوى العراق على أن العراقين يقتنعون أن التيار الوطن الشيعي ليس لدي أي نواية بقضية أن يدخل العراق في حرب ربما تكون خاسرة أو يكون وجوده هو وجود ضرري على الاقتصاد العراقي على السياسة الخارجية على السياسة الداخلية فإعادة الترتيب دائما تأتي لمصلحة التيار الوطن الشيعي حسب ما يراه السيد مختد الصدر انطلاقا لمصلحة الوطن بشكل عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة